اشتركوا في القناة من المقرر ان يلتقي الزمالك بنظيره الاهل يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مايو المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة يلتقي الزمالك والاسماعيلي يوم 13 مايو المقبل على استاد الاسماعيلية وذلك في اطار الجولة السابعة والعشرين من مصابقة الدوري الممتاز اختارت رابطة الاندية المهاجمة التونسيسي في الدين الجزيري افضل لاعب في المباراة امس امام سيراميكا كيليو باترا توجى فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 عام بلقب بطولة الجمهورية للموسم الحالي 2022-2023 بعد فوزه المستحق على نظيره الاهلي بتلاتة صفر في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطى بنادي المقاولون العرب بالجبل الاخضر ضمن الجولة الخامسة والاخيرة من الدور النهائي لبطولة الجمهورية كشف مصدر بالزمالك عن اول تحرك من النادي ضد كهرباء في ظل العقوبة الموقع عليه خلال الفترة الحالية وذلك قبل مباراة السوبر واكد ان النادي ابلغ الشؤون القانونية بالنادي بتجهيز خطاب رسمي خلال الساعات المقبلة لارساله الى اتحاد الكرة المصري من اجل معرفة موقف كهرباء من مباراة السوبر وصل سناء الحكام الاماراتي حامد الروسي ومحمد الدولة امس الى القاهرة لادارة مباراة الدور النهائي من بطولة كأس مصر للرجال الكرة الطائرة بين الاهل والزمالك للموسم الرياضي 22-23 دخل لاعب وسط نادي فاركو ومنتخب بصر محمود حمد ضمن اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب في الفترة الانتقالة الصيفية المقبلة ويأتي ذلك في ظل رغبة مسؤولي الزمالك لتدعيم خط وسط الفريق استعدادا للموسم المقبل في ظل الظهور الثلاثي عمر السيسي ونبيل دونجا واشرف رؤى بمستوى مطراجع للغاية متحة عبدالهادي مبروك لجماهير الزمالك على الفوز مكسب صعب في وقت قليل من وجود المدرب الجديد وفوز مهم وثلاث نقاط مهمة لتحسين الترتيب بتاعنا واضافة نتمنى ان نكون على قدر المسئولية وخاصة مباراة السوبر امام الاهلي وشدد الشكل والاداء افضل من السابق وكذلك عودة السقة والروح لللاعبين وهذه تعتور مكاسب كبيرة وارضف امامنا سبعة ايام على مباراة السوبر وبدأ اداء اللاعبين يتضح لأساريو وبنعمل على علاج النواقص والاخطاء والعمل مع اللاعبين سيكون اكبر واختا بقول لجماهير الزمالك نتمنى ان يكون عند حصن ظنهم والاداء يكون مشرف للكرة المصرية في لقاء السوبر وان شاء الله نعود بالمكسب اوساريو في المؤتمر الصحفي عارف كويس ان مباراة السوبر صعبة امام فريق قوي وتدريبات ما قبل السوبر ستحدد من سيشارك في المباراة وقبل السفر سيتم تحديد اللاعبين الذين سيعتمد عليهم واشاردها كان سبب اني اجريت تغييرات كتير بين الشوطين وان شاء الله الفوز للزمالك في مباراة السوبر بقى عشر ايام على مباراة السوبر سنخوض العديد من التدريبات قبل السوبر طريقاته في اللاعب جميع اللاعبين يضاتوا على الكرة وتابع لو تلاحظوا ان اللاعب اللي بتتقطع منه الكرة هو اللي بيبقى اول واحد لازم ياخدها تاني بحاول اشتغل على قد الامكانيات اللي معانا والعناصر الموجودة واوضح الفريق ليس لديه مدافع يلعب بالرجل اليسرى والمدافعين في مصر بشكل عام بيخافوا من التقدم وبالتالي بيرجعوا لحارس المرمى بكسرة والفترة المقبلة سنعمل على ان المدافع يبني الهجمة بشكل طبيعي البيلد اوب واختتم انا جاي عشان اكسب اكبر عدد من المباريات الموسم الحالي بنلعب على الفوز بجميع المباريات والاستعداد بشكل جيد للموسم القادم وساريو لعبنا افضل من المبارات الماضية على الاقل خلقنا فرص كثيرة كان ممكن نسجل منها هدف اخر سيطرنا على مجريات اللاعب وكنا ننقل الكرة بشكل جيد في الثلث الاخير وانا سعيد باللاعبين الذين لاعبوا في الثلث الاخير عند الخصم واشار الجناحين ادوا ما عليهم وايضا ثناء الوسط ومثلما قلت في المؤتمر الماضي انا لا اعتمد على مهاجم رقم 9 ان يسجل هو فقط الاهداف ولكن على الجميع ان يسجل الاهداف خوان كارلوس اساريو انا سعيد جدا باللاعبين الناشئين سيف ونيمار ويوسف وبهولاء الصغار من عناصر الخبرة ان شاء الله سنخلق فريق سيستطيع منافسة اي خصم وان يكون دائما الفعل يبدأ من عندنا وتابع اشكر اللاعبين اصحاب الخبرة مثل الوينش الذي اثبت انه يستحق ان يكون من قادة الفريق واشكر شيكابالا الذي كان ينقل اللاعب من الدفاع للهجوم وبذل مجهود كبير وانا سعيد جدا بكل اللاعبين اوساريو وجهنا فريق قوي جدا يحب لعب كرة متنوعة وكانوا يستحقون تسجيل هدف لكن نحن خلقنا فرص اكبر ونستحق الفوز وعن سبب التغيير الرباعي بين شوطي اللقاء احتكاكات الثنائية والمسلوسي خرج بسبب حصوله على بطاقة سفراء واختتم انا اجري تغييرات على حسب مجريات اللاعب وكنت اريد ان ارى غالبية اللاعبين وكنت اريد الدفع بلاعبين لكي اراهم في الملعب كتب اللواء احمد سليمان عبر فيسبوك فوجئت بقرار اتحاد الكرة بتعين طاقم تحكيم مصري لادارة مباراة السوبر المصري بالامارات قبل موعد المباراة بعشرة ايام كاملة واضف وذلك على غير المعتاد رغم تحفظ نادي الزمالك مع كامل الاحترام للحكام المصريين ارى احترام رغبة نادي الزمالك وتكافؤ الفرص والعدالة رغم اننا رأينا اسناد تحكيم نهاي كاس الكرة الطائرة الى تحكيم اجنبي ووجه رسالة الى اتحاد الكرة اعدلوا يرحمكم الله ولابد من موقف حازم من القائمين على ادارة النادي حاليا مرتضى منصور تم تأجيل مناقشة اي اجراء بخصوص مباراة السوبر لما بعد نهاي كاس مصر للكرة الطائرة امام الاهلي ميدو مبروك الزمالك فوز مهم واول فوز تحت قيادة خوان اساري والان هناك وقت كافي للمدرب للعمل مع اللاعبين قبل مباريات الدوري القادم وتوقعي ان الزمالك سينسحب من مباراة السوبر واضاف لو انسحب الزمالك اتمنى انه ما يكونش تهديد بس اتمنى من كل البي ان ينسحب الزمالك من السوبر مهما كانت العواقب ما يحدث من المسؤولين عن الكرة في مصر فضيحة في حقهم وتابعا تمنى ان ينسى كل الزمالكوية خلافتهم في الوقت الحالي ويدعموا قرار المجلس في حالة الانسحاب الزمالك ليس نادي صغيرا حتى ينبطح للمسؤولين عن الكرة هذا الانبطاع في بلد له تاريخ كبير في كرة القدم مثل مصر احمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق انتوا عاوزنا نعترض على القرار ده بس ولا هو ده القرار الوحيد المثير للجدل واضافه انت بتقوله وبتقبل اوضاع غصب عنك كل اللي بيحصل مش غريب لانه بيحصل دايما ضد الزمالك وشدت كفاية اللي بيحصل في الزمالك خسرنا الدولي وخرجنا من افريقيا عاوزين اي تاني وارضف العقوبة اللي اخدها كهربا كانت من الفيفا والزمالك قدم ورق وكهربا قدم ورق والاتحاد الدولي قال ان الزمالك له حق وبشوف الناس سعيدة جدا انه بيلعب ما يلعب يا جماعة واختتم قصة تأجيل العقوبة لبعد السوبر ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة كتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر عمر ما المصرحية اللي شغالة دي هتخلص غير لما يبقى فيه تكافؤ فرص للصغير والكبير وتوصر لمنافسة حيائية وما فيش اتحاد او اي منظومة هتنجح وهي ماشي في اتجاه واحد فقط واضافة وتحس انهم مجبرين الكرة في نصر متأخرة مية سنة وهتتأخر كمان وكمان واختتم لو انا مسؤول في نادي الزمالك هنسحب من بطولة السوبر فاروق جعفر هالسيف مستمر في الزمالك الزمالك بيت والمسؤولين في النادي لابد ان يعرفوا انه ناشئ النادي واتم ونحن نتمنى ان يستمر الا لو فيه تجربة احترافية النادي عليه مسندته وبالتأكيد ملف التجديد مفتوح معاه الان كتب حازم امام عبر تويتر والله العظيم الاتحاد بلوش دعو بالموضوع ان ان كان فيه قرارات لجنة الانضباط او قرارات لجنة الاستئناف وكل لجنة يقودها قضاء محترمون وقراراتهم مستقلة احمد الخدري عبر تويتر اوساري والناس اللي صنعت منه كوتشي عبقري لسه بدري او يا جدعان على التقييم طب والله لسه مش عارف احفظ اسمه خالد الغندور عبر فيسبوك العدالة اهم من اي مباراة احمد الخدري عبر تويتر فعن فكرة انسحاب الزمالك من مباراة السوبر طبعا مع فكرة الانسحاب شهدت المباراة حصول الثنائي حمز المسلوسي ونبيل عمد دونج على بطاق صفراء ليغيب الثنائي عن مباراة الاسماعيل القادمة في بطولة الدوري لتراقم البطاقات عامر حسين اللوائح واضحة من الموسم الماضي ولكن نحاول انهاء الموسم قبل الموعد الانهائي لارسال اسماء الاندية المشاركة في البطولات الافريقية واكمل الموعد المبدئي لنهاية مصابقة الدوري المصري هو نصف شهر يوليو المقبل اي قبل بداية البطولات الافريقية النسخة المقبلة واضاف في حالة عدم انتهاء مصابقة الدوري قبل الموعد النهائي لارسال اسماء الاندية المشاركة في البطولات الافريقية سيتم تطبيق اللائحة والاعتماد على ترتيب الاندية في جدول الدوري في الدور الاول واختتم نحاول انهاء الدوري قبل الموعد النهائي لارسال اسماء الاندية المشاركة في البطولات الافريقية حتى تنتهي من هذا الأمر ولا نظلم أحد عامر حسين في حالة صعود الأهل وبرمز للأدوار النهائية في البطولات الإفريقية سيتغير الموعد بكل تأكيد وأوضح من الممكن أن ينهي نادي الزمالك موسمه قبل الأهل وبرمز في حال استمرارهم في البطولات الإفريقية بسبب مشاركة الزمالك في البطولات العربية واختتم من الممكن أيضا أن نضطر لخوض المباريات وتأجيل مباريات قليلة للأهل وبرمز زحال وصولهم للأدوار النهائية في البطولات الإفريقية أحمد شوبير كان في بعض الكلام داخل اتحاد الكرة أن يتم إسناد بطولة السوبر لطاقم تحكيم إماراتي بحكم أن المباراة بتقام هناك وبالفعل كان في تحركات ولكن وقفت وشدد لجنة الحكام رأت أن هيبقى في حرج أن يتم التراجع عن إسناد المباريات الكبيرة لحكام مصري بعد نهاية الكاز بين الأهل وبرميدز وأنها يتقال في تمييز وعدم مساواة وما إلى ذلك وأتم المفاجأة اللي رجحت كافة البنة أن البنة دخل قيمة النخبة الإفريقية ما كان صادق السلمي اللي تم استبعاده وهو ما أدى لإسناد بطولة السوبر ليه شوبير أنا بأكد تاني أن لجنة الإسناد لن تنظر عقوبة كهرباء إلا بعد مباراة السوبر وقال لما بقول كده ده عن معلومات وبتأكد مش أقل من ثلاث مصادر ليه جوه ووصل طيب نفرض أن اللجنة نظرت قبل السوبر ما المستشار عدل الشرباجي ممكن ينظر بعدين يصدر قرار بتأجيل القرار الخاص به بالعقوبة إلى ما بعد المباراة عادي جدا وتابعة طيب في كلام بيتقال لو كهرباء ملعبش الأهل ينسحب طيب لو حكام مصريين وكهرباء لعب إزا مالك ينسحب وشفنا بقى كلام على السوشيل ميديا بس عاوز أقول حاجة أنت مالك هو الزمالك مش ليه مجلس إدارة والأهل ليه مجلس إدارة هم يقرروا لكن أنت مالك وشدد أنت راجل ناشط على السوشيل ميديا أو لاعب سابق أو ممثل أو أيا كان حقك تكتب رأيك لكن ما تديش أوامر ما تديش أردارات وأتم أخذها مني على مسؤولية الشخصية لا الأهل هينسحب ولا الزمالك هينسحب والتذاكر كلها خلصت واتبعت واتبعت والزمالك شفنا رجع لبعضه مستوى وجاهز للسوبر بس كده هيدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكرة تكون خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب القناة متشكلهم جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام